بعد معارك عنيفة خاضتها القوات المشتركة على مدى خمسة أيام في محيط الفلوجة أحكمت قوات من مكافحة الإرهاب والطوارئ قبضتها على مداخل مركز المدينة ترافقهم قوات خاصة من الشرطة ومتطوعون من العشائر تلك القوات تنتظر أوامر من قادتها لاقتحام الفلوجة واستعادتها من سيطرة داعش وسط أنباء تتحدث عن وضع خطط تؤمن سلامة العائلات وتبعد عنهم خطر النيران خاصة بعد سيطرة الشرطة الاتحادية والحجد العشائري على المناطق المحيطة بمركز المدينة من جانب آخر أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء إسماعيل المحلاوي عن وصول القوات الأمنية إلى نهر الفرات وتحديدا منطقتين البعيفان والبهوى جنوب الفلوجة وانضمامها إلى تجمع الفرق الرابع عشر من الجيش الموجود هناك وأضاف المحلاوي أن القوات الأمنية تمكنت خلال تقدمها من تدمير أربع عجلات مفخخة أراد التنظيم من خلالها عرقلة التقدم كما دمر التجمع للمتطرفين ومخازن للعتاد من جهة أخرى أشار وجهاء الفلوجة وقادة عشائر إلى أن اقتحام مركز المدينة بات سهلا بعد محاصرته تماما وسيطرت القوات المشتركة والعشائر على منطقتين البكار شمال السجر والمختار ونشر مقاتليها على الخط السريع للفلوجة جاسم محسن العربية